اسم الله الرحمن الرحيم اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعة الخضر والبيوت المحمية اهلا وسهلا بحضراتكم وبنتكلم النهاردة في حاجة دقيقة جدا ارجو انك انت تركز معايا علشان تعرف يعني ايه الاغذية المعدلة وراثيا ارجو انك تركز وتكمل للاخر عشان تفهم الدنيا ماشية ازاي وايه الفرق بين الاغذية المعدلة وراثيا والف1 اللي احنا بنقول دايما ازرعوه تمام اه او بيسموها العلماء اغذية فرانك انشطاين او بيسموها فرانك انشطاين فودز فمين هو فرانك انشطاين اللي هو عاملين انه دهوت او سموا الاغذية المعدلة وراثيا بالاسم دهوت تمام اه طبعا الداتا الخيص لكتاب معالد دكتور محمد علي ابراهيم والستاذ بكلية الزراعة جمعت عن شمس من اروع ما يعني كتب في قصة الاغذية المعدلة وراثيا بطريقة سالسة وبسيطة بس يريد تكملها للآخر الفرانك انشطاين دهوت اسطورة كتبتها الروائية الانجليزية ماري شيلي سنة 1818 وجسدتها السينما الامريكية سنة 31 فيه فيلم بيحمل نفس الاسم دهوت اللي هو فرانك انشطاين ده مين هو فرانك انشطاين ده فرانك انشطاين ده مسخ ادمي كان بطل لقصة من قصص الخيال العلمي يعني تمام والرجل دهوت باختصار شديد عمل احد العلماء دهوت يعني من علماء علم الاحياء قام بسرقة اعضاء بشرية كده وحاول تجمعها مع بعضها لتكون جسدا كاملا يعني وشكله حلو كده ووسيم وتمام تمام يجمع كل الصفات الحميدة الراجل عايز حاجة ايه يعني يوزي كده وعلى قد وتكون حاجة كويسة جدا تمام فالمهم ان هو عمل الجسد دهوت وركبه كده هوت وابتدى يصعقه بالكهرباء عشان يصعق طبعا ده حاجة مخالفة للدين بتاعنا يعني يسألونك عن الروح قلوا الروح من امر ربي وما يوتيتم من العلم الا ايه الا قليل تمام فالمهم يعني هو عايز يحكي لك ان هو لما حب بقى يعمله الجسد الميت دهوت يعمله صعقة بالكهرباء بحيث ان هو يقوم ففعلا اه متحول لكائن بس مش بني ادم كائن حي بشع مدمر وكان اول ضحاياه هو مين هو الراجل اللي هو الفرانكنشتين دهوت هو اللي هو عمل او العالم اللي هو حب يعمل يصنع البني ادم ده هو كان هو اول ضحايا الكائن اللي قام دهوت تمام او دي كانت باختصار قصة يعني الايه الفرانكنشتين طب هما بسموا كده ليه بقى العلماء بسموا العلماء على الاسم دهوت عشان خايفين في يوم من الايام ان العوامل الوراثية اللي بحطوها في النبات والحيوان تعمل زي نكون احنا اللي عملناها بيدينه وبدلنا خلق الله فيها وتيجي في يوم من الايام يحصل لنا زي الراجل العالم دهوت ونكون احنا اول ضحايا الاغذية دهيت وفعلا العالم حاليا يا جماعة يعني ابتدى هي خاف وقد تكون اساسا موجودة على ارفف السوبر ماركت واحنا ما احناش عارفينها اللي هي ايه الاغذية المعدلة وراسيا او بيسموها فعلا العلماء فرانكنشتاين فودز تمام خلينا اقول لك بداية الاغذية المعدلة وراسيا كان سنة 83 في نجاح علماء من الولايات المتحدة الامريكية في انهم يدخلوا جينات غريبة في الشريط الوراسي لنبات الدخان وبعد كده وصل كان فيه نبات واحد بس اللي هو نبات الدخان في سنة 95 وصل لستين نبات في الولايات المتحدة الامريكية وفي سنة 98 اتوسعت وزارة الزراعة الامريكية في زراعة عدد من المحاصيل والخضروات المعدلة وراسيا بعد كده دول غرب اوروبا فرنسا بلجيكا هولندا ابتدت هي كمان تشتغل في قصة انهم يعملوا الهندسة الوراسية دهيت اللي هي والحل السهد وهو تعديل صفات المحاصيل زي مثلا ان هو يزود نسبة السكر في الفراولة ان هو ابتدى يعمل حاجات من اغرب ما يكون هنحكيها في الفيديو دهوت انا عن نفسي لما بقرأ بحس بخوف وبرعب شديد والله تمام المهمة ان هو عايز المحاصيل دهيت اي محصول يحط فيه عامل وراسي جديد بحيث ان هو يزود الانتاجية بتاعته او يحط فيه جين مخالف خالص او جين ممكن يكون في الوقت الحالي هو مفيد ولكن بعد كده ما نضمنش ممكن يكون يعمل لنا مشاكل ونكون احنا اول ضحايا فاليابان عملت ايه؟ اهتم مجموعة من الباحثين في معامل الهندسة الوراسية بتطوير وانتاج صنفه من الرز غني بالحديد ده في اليابان تمام؟ الصنف الغني بالحديد ده هو طبعا الحديد طبعا اليابانيين بيحبوا الرز فالحديد لما يكون فيه حديد اذا فهو عايز يقضي على الانيميا اللي ممكن تكون بسبب نقص عنصر الحديد في جسم الانسان فابتده يحطه الجين ده هو بحيث يتزوده نسبة الحديد في الرز ده من نسبة الحديد دي لو جادت ممكن تعمل لنا مشاكل لان انا اصلا حتى في تغذية النبات لما نسبة العناصر الصغرى عندي بتزيد ممكن تعمل لتسمم للنبات ودي اول حاجة بتتكد على الهندسة الوراثية تمام؟ ده من نسبة ليه الرز والكلام ده حصل سنة 99 في سنة 99 قامت الحكومة المعهد التقنية الفيدرالية السويسر المتخصص في الهندسة الوراثية في انتاج الرز عمل ايه؟ ابتدى يحط جين زود سبغة البيتا كاروتين في الرز تمام؟ رد على الجماعة اليابيين ويسم الرز ده هو بالأرز الزهبي تمام؟ طبعا غزاء مفيد للدول بتاعة الشرق اسيا وطبعا هم بيردوا على بعض يعني كل واحد بحاول يغير حاجة في المحصول ده هو تمام؟ الولايات المتحدة الامريكية في سنة 99 برضو راح اتراح عاملة هندسة وراثية او عاملة تعديل وراثي على نبات فول الصوية المعدل وراثيا وكانت المساحة المنزرعة منه ابتدت تعمل فيه يزوده نسبة البروتين لحد ما توصل لـ 40% حطوا جين وراثي فيه زود نسبة البروتين 40% ونسبة الزيت لـ 20% بالاضافة لأنهم حطوا فيه جينات كمان بتزود بتعمل نسبة عالية من الفيتامينات والمعادل وابتدوا فول الصوية ده هو تستخدمه في المنتجات الغذائية زي الأغذية الأطفال والسجوء وبدايل اللحمة والمكارونة والأيس كريم والشوكولاتات فلحد دلوقتي فيه مشاكل من القصة دهية تمام؟ اكتفوا كده لا ما اكتفوش بكده راحوا على عمتنا البطاطس اللي تقريبا هي غزاء معظم الفقراء على مستوى العالم وابتدوا زودوا نسبة النشا فيها فلما زودوا نسبة النشا في البطاطس زودوها بنسبة عالية كاد تصل بنسبة 20% في نبات البطاطس تمام؟ وابتدوا استفادوا من القصة ده كل ما زاد النشا قلت نسبة المية فيها وبالتالي انخفطت نسبة المية مفيد بقى في صناعة شرائح البطاطس بحيث ان هي ما كانتش بتاخد منهم زيوت كتيرة في الغالية طب طالما ما خديتش زيت كتير يبقى ايه مش هيحصل ان الانسان نسبة الكولوسترول هتقل فيه البني ادم اللي هو هيكل البطاطس دهوت وبالتالي هيحصل حاجة كويسة جدا ان ما يحصلش عندنا تصلب شرايين دي حاجة محمودة ولكن اللي جاي برضو ما احناش عارفين ايه اللي يحصل ممكن يحصل لنا زي فرانك انشطاين طبعا تبقى مصيبة يعني احنا نبقى ضحايا احنا اللي عملنا التكنولوجي ده بايدينا واحنا نكون اول ضحايا في الحاجات اللي يسببها واللي هنتعرف عليها فيما بعد ساكتوا الامريكان على كده لا راحوا على نبات الفراولة الفراولة او الكريز زي ما نسميه الفراولة وراحوا وحطوا فيه هجين وراسي زود الحلاوة بتاعتها بكام بتلت تلاف ضعف تخيل يعني تلت تلاف ضعف اصب السكر طبعا دي حاجة يعني ما تقدرش حتى تاكل من كتر الحلاوة ما استكفوش بكده كمان لا راحوا على نبات زي الطماطم والمز والتفاح والكمترة ووصلوا لحاجة ان هما يحطوا جينات وراسية جماعة بحيث ان هي تخلي حبيت الطماطم تعيش فترة كبيرة والمز فترة كبيرة طبعا علشان احنا ممكن نزرع طماطم تمام؟ الطماطم دي هات الاسعار بتاعتها قليلة هبا شهر ولا بتاع هنبص اللي ايها ماتت كلتها الطماطم او المحصول خلاص يعني اتدمر كله وعفن في الارض لان انا اعمل صلصة يا امن استنى لما بيع لا هما حطوا جين وراسي بحيث ان هو الطماطم ده هي تا جماعة ابتدت تقعد معاهم فترة كبيرة والمز والتفاح والكمترة تمام؟ فدي طبعا حاجة محمودة ولكن برضو احنا مش عارفين ممكن يحصل لنا زي مين؟ زي فرانكنشطاي مش كده وبس كمان في الطماطم لا دول خلوها كمان بتقعد فترة كبيرة عشان يحصل نطجة او بتحصل النطج من حبايا الحبايا بيقعد فترة كبيرة بحيث ان هي تقعد في الاضرد فترة كبيرة بدون ما تخسر ولا يحصل لها اي تلف تمام مش كده وبس ده راحوا كمان يا جماعة عملوا ايه؟ راحوا على الفطريات اللي بتهاجم الزرع عندنا والحشرات وابتدوا يحطوا جينات وراسية الحشرات اساسا كرهاها او بتقتلها مجرد ما تقرب منها فطبعا دية ممكن تعمل لنا خلل في النظام البيئي وتحصل عندنا مشاكل كبيرة جدا بعد كده كل خوفنا في التعديل الوراس اللي هم عملوها على النباتات بحيث نسبة بورتين عالية فيها او نسبة بورتين سام داخل الاوراق ممكن يموت الحشرات ما نضمنش ايه اللي ممكن يحصل لنا احنا لما ناكلوا الحاجات دهية او على المدى البعيد او ما يسمونه بالرزيد والإفكت الاثر المتبقى على فطرة كبيرة لان الانسان ممكن يجيله لقدر الله سرطان او قانسر او اي حاجة فللأسف الشديد يعني ده بيبقى تراكم اكل مبيدات طبعا فيها مشاكل كتير من فترة كبيرة من ضمن الحاجات اللي هي عملتها الهندسة الوراسية او ما يسمى بالنباتات المعدلة ورسيا ديا عملت ايه كمان كان فيه في سنة 99 في جزيرة اسمها هواوي الجزيرة دهية كان فيها نبات الباباي النبات الباباي ده كان بيجيله مرض بسموه التبقع الحلق الفيروسي واضع على معظم الزراعات فابتدوا هما يجيبوا نباتات معدلة ورسيا بتحمل صفة المقاومة للفيروس المدمر دهوت وفي نفس العام زرعوا 3000 دام بنباتات البطاطا وبنجر السكر المعدلة ورسيا في ألمانيا بتحمل صفة مقاومة الامراض الفيروسية دي برضو كل الحاجات دي اتعملتها الهندسة الوراسية بس احنا خايفين نصبح زي مين زي الراجل اللي قلنا عليه في الأول فرانكنشطاين ان القصة ترتد علينا ونصبح ضحايا الهندسة الوراسية او ضحايا الاغذية المعدلة ورسيا ما سكتوش لحد كده جماعة ده ابتدوا كمان ان هما يعملوا نباتات فلسوية ودرة وكتان وقطن معدل ورسيا المعدلة ورسيا ده بقى المرات دي كان بيعمل ايه كان لا يتأثر بنمو الحشايش خالص فهم خايفين دلوقتي طبعا الحشايش ابتدت تكبر وابتدت ممكن يرشوها بمودات بعد كده المودات دي ما تأثرش فيها او احنا ما احناش عارفين الاصر المتبق في الطربة ايه اقولك اللي احسن من كده في سنة سبعة وتسعين في الولايات المتحدة الامريكية وفي اللاية كاليفورنيا بالتحديد وكان الموز عملوا موز معدل ورسيا ايه حكاية الموز ده؟ الموز ده كان يحمل لقاح مضاد لمرض الاتهاب الكبدي الوبائي يعني الاتهاب الكبدي الوبائي الواحد يأكل حباية موز تمام خلاص كده يبقى بدل ما كاننا بنكل الموز عشان الشهية وكده لا ده اصبح شهية وكمان بيعالج من مرض الكبدي الوبائي ولكن بردو محناش عارفين الممكن ييجي بعد كده يكون شكله ايه اللي اروع من كده حضرات مش بس كده ده راحوا على القطن بقى وابتدوا يحطوا سبغات في القطن بحيث انك كده اصبحت النهاردة عايز تعمل بنترون جينس بتاخد قطن اساسا لونه ازرق وبتبدأ تشتغل فيه ما عندكش اي مشكلة خالص لا بتكلف سبغات ولا اي حاجة خالص وبالتالي هم يعني بحطة القطن والسبغة ديت مقبولة لان احنا بنلبسه ممكن ما اعملناش اي مشاكل خالص ولكن كنا كنا تتأكل حاجة زي كده لا ديت اصبح فيها مشكلة مش القصة مش كده وبس كمان الكندا والنرويج فيه برودة شديدة عندهم فاصبحوا يعملوا اسماك معدلة ورسية بتعيش في وسط البرد القارس ده هو ما فيش عندها اي مشاكل وطبعا الاسماك المعدلة ورسية ديت بتقدم على موائد كثيرة في مطاعم كثيرة من العالم كله تمام واصبع النهاردة صعب انك تفرق قصة الاطعمة الاطعمة المعدلة ورسية راحوا بقى على اسماك السلمون المعدلة ورسيا وعملوا الوزن بتاع اسماك السلمون بقى يوصل ل37 ضعف طبعا انت بيجيلك السلمون من هناك بتاكله خلاص انت هتقول لي بقى لا فبرضو احنا بناكلهوت ولو وزناه 10 كيلو اصبح اضرب 10 في 37 هتلاقيه حوالي 370 كيلو وزن السمكة بس فطبعا ديت مشكلة فيه الوزن الزاد او الدنيا كويسة تمام ولكن انت ما تعرفش ايه اللي ممكن يحصل بعد تناول السمك دهوت على المدى البعيد طبعا الامثلة كتيرة على قصة الهندسة الورسية ده هيت وين اللي عملته والاطعمة المهندسة ورسيا ده هيت بل وصل بهم المشكلة ان هم ياخدوا جينات من الستات يحطوها في الابقار بحيث ان هم عايزين يطلعوا حليب من الابقار يشبه حليب الست يشبه اللبن بتاع الست اللي بتردعه عشان يردعوا الاولاد الصناعي وقصة الامومة بقى دية يعني اذا كان هم عملوا طفل الانبيب وعملوا انك انت ان حضرتك تبدأ تردع الولاد من القيب بل ام بقى معادش لها لازمة يعني وصلوا الحاجات سبحان الله يعني وحشة جدا بل وصلوا كمان ليه ان هم العلماء بيقولوا يعني العسل النحل ربنا قال فيه شفاء للناس والعسل النحل ده حاجة كويسة جدا لا ده هم وصلوا يا جماعة القير ليه ان عسل النحل ده هون فهم خايفين دلوقتي النحل يتغزى على الازهار على النباتات المعدلة ورصيا فيصاب ان العسل كمان بالتلوث جراء ان النبات نفسه معدل ورصيا فالنهارنا النحل لما يروح ياخد الرحيق اللي في الظهرة دهوت اكيد هتحصل لنا مشاكل من الحاجات الاخلاقية والدينية اللي غير مقبولة في الهندسة الزراعية في الهندسة الورصية زي ما قلنا او مش نقصد الاخذية المعدلة ورصيا ان حاجة غير مقبولة زي ما قلنا ان تنقل الجينات من الانسان الى الابقار بغرض انتاج لبن يماثل لبن الام وبتم كمان انتاجه عن طريق الحيوانات بدل من الانسان او نقل جينات حيوانات محرمة محرم باكلها زي دينيا زي الخنزير الى حيوانات اخرى مثل الابقار فدي طبعا اصبح مشاكل كتيرة جدا واصبح تبتاكل حتة اللحمة ما انتش عارفها هي خنزير ولا ابقار طبعا بمن احنا مسلمين فعندنا محرم لحم الخنزير تمام كمان في مرض في الابقار اللي هو مرض الضرع الكبير ده هو او المرض بتاع الضرع ده بخايفين هم من تطور الابقار بالنسبة لي الابقار المعدلة ورصيا ان هي اكتشفوا ان هي بتصاب بالضرع او التهاب الضرع بمرض التهاب الضرع واللي هو بيعمل مشاكل بالنسبة لي الابقار الحلوب طبعا فيه طبعا فيه جماعات لحماية البيئة بتنادي بعدم اطلاق الكائنات المعدلة ورصيا دهيت في البيئة خايفين من خطورتها على التوازن الحيوي البيئي ودي طبعا حصلت قبل كده طبعا اي خلل فيه النظام البيئي اللي ربنا سبحانه وتعالى عمله اكيد حيخلف كوارث وكوارث كبيرة جدا تمام المهم في الاخر العالم بيرفض الاغذية المعدلة ورصيا وبتنادي منظمة الصحة العالمية ومنظمة حماية المستهلكين بمقاطعة الاغذية دهيت بل ان المطاعم بتكتب دلوقتي نحن لنقدم اطعمة معدلة ورصيا فيه في اوروبا طبعا مطاعم مكتوب عليها العبارة دهية والسؤال اللي بيتسأل في الاخر للكاتب الدكتور محمد علي إبراهيم بقول فهل تتحقق اسطورة فرانكنشتاين مرة اخرى وان الانسان يكون صريع او يكون هو احد ضحايا الشيء اللي هو عمله بجهل منه او بكبرياء منه علشان هيغير خلق ربنا ويغير التوازن البيئي وهل يعرف الانسان بعد فوات الاوان ان تدخله في التركيب الوراثي للكائنات الحية بغرض تحسين صفاتها كان خيالا وصرابا وهل يرتد ذلك علينا بالضرر في النهاية على الجسم بتاعه والمهم في النهاية هل نكتشف يوما من الايام ان الاغذية المعدلة وراثيا كانت في الحقيقة اغذية فرانكنشتاين زي ما بسموها العلماء عموما احنا بنتمنى ان احنا القصة دي ما تحصلش وان هي ما تنتشرش والفرق بينها وبين الاف وان لا الاف وان دي حاجات صفة وراثية مرغوبة احنا بنحطها صفة واحدة بس بنحطها ما عندك اي مشكلة خاصة ان دي بزرة في بزرة وشغل هندسة وراثية اللي خدناها زمان عند قانون مندل وخلافه انه هو لو عايز مثلا دوره هجين فردي واحد طبعا بيدرب سلالة في سلالة الاثنين مع بعض بتلقيه عادي بياخد زهرة مزكرة وزهرة مؤنسة وهكذا يعني بتمشي العملية اما في دي لا بيحكمها جين وراسي بزيد طبعا في الانتاج وبزيد في اللون وبزيد في الطعم وبزيد في كل حاجة وفي الاخر خايفين هتكون اغزية فرانكنشطين او فرانكنشطين فودز شكرا لحضراتكم ومعليش طولنا في الفيديو لكن شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم